أما بالنسبة يعني يشوف الطير إذا ما زال بالهواء العلماء يقولون فهو لمن أول من وجده من حديث من سبق إلى شي فهو أحق به أنا أحق به لأني أول من لقيته هذا كالشرع أما إذا كان الطير بالهواء والناس كلهم شافوه اللي موجودين خلاص كلين يحذف في الزريقة واللي تصيده اللي شبكه هو له لأن هذه المباحات اللي في الهواء اللي الناس فيها شركة ما يملك أحد إلا بالحيازة والإمساك ووضع اليد عليها فإذا كان عند الجميع كل الناس يشوفونه فهو اللي من مسكه وإن كانوا قروب فهم شركاء فيه أما إني أنا أكون اللي وجدت الطير أول ثم بعدين جووني ذولي لا أنا أول من وجدته الحق لي من سبق إلى شي فهو أحق به